تجد خبيرة التجميل الروسية ديليارا جيلفانوفا في حمى بطولة كأس العالم التي تشتاح بلادها حاليا مصدرا للإلهام في عملها فالخبيرة البالغة من العمر 29 عاما منهمكة للغاية هذه الأيام في رسم أعلام الدول المشاركة في البطولة على الوجوه باستغدام مصاحيق التجميل لكن الأمر بالنسبة لجيلفانوفا يتجاوز مجرد الرسم على الوجوه ليصبح وسيلة لتوحيد البشر حيث تقول إن وجودها وسط الفتيات التي يأتين إليها يشعرها بأنها متوحدة معهم ووضحت جيلفانوفا أن الزمن الذي تستغرقه عملية وضع المصاحيق على وجوه زبوناتها يتروح بين 15 دقيقة وعدة ساعات بحسب التصميم كما هو الحال مع العلم الإسباني الذي اعتبرت أنه أصعب علم قامت برسمه على وجوه الفتيات لأنه يحمل الكثير من التفاصيل الصغيرة وتقول خبيرة التجميل الروسية إن ما تقوم بعمله هو فن يتجاوز مجرد تشجيع بلد ما أو رياضة ما وتأمل أن تبتدع طريقة أكثر تعقيدا للرسم على الجسد في المستقبل ترجمة نانسي قنقر